توقعات مايك فاغالي لعام 2024 برحب بكل المتابعين والمشاهدين كناة أنا وهي والنظوم في حلقة بديدة من حلقة التوقعات أصدر الله أتكب كله في التكلم النهاردة عن توقعات تعلم الفلك مايك فاغالي توقعات مهمة جدا قال مايك فاغالي أن حرب كبيرة هتحصل أو هتبدأ بعد شهر ثلاثة يعني أو في شهر ثلاثة خلال الثلاث شهر الأورانيين يعني هنكون في شهر مارس إلا هيكون بداية رمضان بإذن الله كل سنة وأنتوا طيبين اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم لا فقدين ولا مفقدين ونشوف غزة فأحسن حال وتنتهي الحرب في السودان وغزة بإذن الله قال مايك فاغالي أن في حرب هتحصل خلال الثلاث شهر الأولى وما حددش مكان هذه الحرب أو مين هيكون الترف فيها لكنه قال إنها هتكون حرب عالمية ستغير خريطة العالم وده هيكون في شهر ثلاثة أو أربعة يعني في رمضان وهناك بعض العوامل المتقات تؤدي لاندلاع الحرب الكبيرة دي في عام 2024 زي التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية المتزايدة وبالنسبة لغزة فإن هناك تسويات كبرى ستنشأ بالقريب العاجل وهناك تسوية وهذه التسويات المحتملة تأتي بعد سنوات من القمود في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيل بيتوقع مايك فغالي هزيمة إسرائيل في 2024 لم يحدد مايك فغالي سبب هذه الهزيمة ولكن قال أنها ستكون هزيمة مدوية ستؤدي لتغييل كبير في خريطة المنطقة وأشار إلى أن إسرائيل هزمت بالفعل منذ عملية طفان الأقصى بيقول أن فلسطين هذا العروس الذي ينتظر العريض حركة حماس ستستمر في قوتها وقد تصبح لعبا رئيسيا في المنطقة العلاقات الفلسطينية مع الدول العربية ستتحسن وقد تؤدي إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول وفي الإمارات تعيد دراسة المشاريع والاتفاقيات المواقعة مع بعض الدول ومنفسة قوية مع السعودية وقطر ويوجد خضة اقتصادية وأخرى أمنية وكذلك خضة داخلية بسبب الطبيعة وتغييرات كبيرة بما يخص المساعدات كما تشهد السعودية فاشل عمليات الإغتيال التي يتم التخطيط لها وأيضا حكمة ولي العهد الحالي تتمكن من أحباط أكثر من محاولة أنقلاب في الداخل وقضية الخفشجي يتم فتحها من جديد على أساس وراء الدخل لكن المحاولة فشلة السعودية ستواجه تحديات اقتصادية وسياسية وقد يقود ذلك إلى تغيير في القيادة العراق سيشهد استقرار نسبي وقد يشهد انتخابات مبكرة تأسين تركيا واستلاء الأقراض على جزء منها مع إعلان دولة جديدة اندلاع أزمة في تركيا بين أردوغان وأغلو فيما يكون في الأردن أكثر من غيمة سودا بتتحضر لها لكن الملك عبدالله ودستور الأمة هما المرجع الأقوى وتغيير الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل حداد كبير في المملكة الأردنية في 2024 ارتفاع التوترات بين عام 2024 و2025 واختفاء ولاية من الخريطة محاولات اغتيال بتفشل في الخليج العربي أما في سوريا بيكون التأسين فيها العنوان الأبرد في المرحلة المقبلة حيث يضم كافة الأراضي المحتلة والخارجة عن السيطرة ومن المتوقع بأن تكون العملة السورية هي توأم مع عملة أجنبية سوريا ستستمل في إعادة الإعمار وستسعى إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية استمرار بقاء بشار الأسد وإذا رغب في الرحيل فهناك من سيتمسك به جاءت توقعات مايك فغالي عن لبنان بأنه يوجد بعض من اغتيالات سياسية في لبنان وكذلك تحقيق الأمنيات والخطر الكبير ومطار بيروت بيأبله مطار آخر وخد أمنية في مطار بيروت وكذلك أموال المدعين ستعود وسعر السرف لا يتعدد تسعين ألف وسينخافض ليصل إلى خمستاشر ألف لبنان فيشهد تغيير سياسي كبير وقد ينتهي بوصول شخصية جديدة لرئاسة كمهورية وبالنسبة للعلاق بتكون السفارة الأمريكية ومن فيها خرج السفارة لأمر مروع وبيحاول داعش إعادة نشاطه بين العلاق وسوريا ويدك باب الكويت وتغيير كبير على السعيد السياسي وخطر على أحد الشخصيات السياسية أما عن مصر فبيقول أنها هتواجه أزمات اقتصادية كبيرة وقد يقود ذلك إلى احتجاجات شعبية كبيرة العلاقات المصرية مع دركية هتتحسن وقد تؤدي إلى تعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وفقا لتوقعات عالم الفلك مايك فاغالي لعام 2024 سيشهد العالم تغيير جزري في العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والسين وروسيا الولايات المتحدة هتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة وقد يقود ذلك إلى تغيير في السلطة السين تستمر في صعودها وستصبح قوة عزمة عالمية الشرق الأوسط سيشهد مزيدا من التوترات وقد تحدث حرب بين إيران وإسرائيل الولايات المتحدة ستواجه صعوبات اقتصادية كبيرة وقد يقود ذلك إلى تغيير في السلطة عام 2024 هيكون عام مليء بالتحديات ولكنه هيكون أيضا عام مليء بالفرص البشرية هتواجه تغيير كبير في العالم وهيكون عليها التكيف مع هذه التغييرات المستقبل سيكون مشرقا للبشرية ولكن على البشرية أن تعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل توقعات ما يفغيير عام 2024 توقعات إيجابية لحد ما ولكنها تتدمن أيضا بعض التحديات اللي هتواجه البشرية ولازم نعرف أو نتأكد أنها مجرد توقعات تحتمل الصعوب أو الخطأ ويأبقى العلم عند علام الغيوب بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من الأول مرة بتشوف القناة شارفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل القرص على الكل عشان يوصرفوا إشعار كل فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزل داريت تدعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكل ما ترك بسميته على الفيديو شكرا لكم